أكد صاحب أسمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر على عمق وقوة العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده تلك العلاقات من تطور وتقدم دائم في مختلف المجالات جاء ذلك خليل استقبال صاحب السمو الملكي الرئيس الوزراء بقصر القضبية صباح اليوم لسعادة السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعة الفارة سفيرة جمهورية مصر العربية الجديدة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تسلمها مهام عملها الدبلوماسي في المملكة وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي الرئيس الوزراء عن تطلع مملكة البحرين إلى تنمية وتطوير التعاون مع الشقيقة مصر والارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين وأكد سموه للسفيرة المصرية الجديدة أنها ستلقى كل الدعم والإسناد من الأجهزة الحكومية متمنيا لها كل التوفيق والنجاح في مهام عملها دعما وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من جهتها أعربت سفيرة جمهورية مصر العربية الجديدة عن شكرها وتقديرها لدعم صاحب السمو الملكي الرئيس الوزراء منوهة بحرص سموه على تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات كما عبرت عن سعادتها بالعمل في مملكة البحرين وبما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهم الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة